عبارة عن رسالة علمية أرادت بها الباحثة أختنا الفاضلة الكاتبة خلود بنت فراج بن إبراهيم الزعبي وفقها الله أن تستخرج المسائل العقدية المتعلقة بمرأة وسمت بحثها المسائل العقدية المتعلقة بالمرأة طبعاً لو واحد قال أما المرأة مسائل العقدية يعني هل هناك مسائل خاصة بالمرأة مثلاً اعتقاداً يعني تتعلق بالاعتقاد ولا لها علاقة بالرجل الأمر ليس كذلك الأمر أنها جمعت كل ما يتعلق بالنطلط الشرعية مما له ذكر للمرأة مثلاً قسمت إلى خمسة فصول البحثة خمسة فصول الفصل الأول مثلاً المسائل العقدية المتعلقة بالمرأة في أبواب التوحيد في توحيد الربوبية في توحيد الألوهية في توحيد الأسماء والصفات كذا في توحيد الربوية مثلاً أن الله عز وجل نفع عن نفسه الصاحبة والبنت تذكر الأدلة على ذلك وما في ذلك كذا مثلاً التشاؤم من المرأة شوف هذه من قضايا التشاؤم من المرأة يعني كانوا تشامون في الجاهلية منها وهكذا تدرسها هذه قضايا عقلية تتعلق بها قضايا الأولوهية كذلك مثلاً زيارة النساء للقبور وشيء من ذلك ما يتعلق بها والأسماء والصفات مثلاً تسمية الاشتقاق وأسماء لله من أسماء النساء والبنات وكذا وهكذا بهذه الطريقة فهي تدرس مسائل بهذه الطريقة مما يتعلق بالنساء خاص لكن قضايا عقدية الفصل الثاني جعلته مما يتعلق بها في مسائل الإمام بالملائكة والرسل مثلاً ذكرت أنه ليس من النساء نبية نبوت للنساء وشيء وما يتعلق بذلك أيضاً الملائكة تسمية الملائكة تسمية الأنثى اللي كان عليها الجاهلية وما في ذلك من المعاني والأحكام وحكم اشتقاق أسماء بنات من أسماء الملائكة هذا كله عرجت عليه وكذلك بعدها ما يتعلق المسائل العقدية المتعلقة المرأة في قضايا أو في أبواب اليوم الآخر وتعلقت اليوم الآخر ذكرت في أشراط الساعة مثلاً أن تلد الأمة وربتها كون النساء أكثرت بعض دجال كثرت النساء آخر الزمان هذا كل أشراط الساعة تعلم تذكرها مطلب الأول الثاني الثالث كل واحد تطلب مطلب وتشرحها شرحاً طبعاً شرحاً عقدياً لأن الكلام هنا الحين كلام على قضايا عقدية ثم جاءت بعد ذلك إلى اليوم الآخر الجنة والنساء في الجنة والمفاضلة بينه وبين الحوريات وكذا وكونهن أكثر أنها للنار والمعنى أو المفي هذه كل عقضاء عقدية ثم تطلقت إلى مسألة الصحابة والولاء والبراء وما يتعلق به الصحابة مثلاً أمهات المؤمنين القولوا بعسمتهن أو أنهن محفوظات ويرجعت أنهن محفوظات وغير معصومات ثم تكلمت عن مسألة هداء الثواب لأمهات المؤمنين يجوز أولاء والكلام هذا حول ما يتعلق بها والولاء والبراء مسألة هجرة المسلمات من بلاد الكفر وكذا وما يتعلق بها زواج المرأة المسلمة من غيره وهكذا الأخير كان الباب عبارة عن قضايا التعلق بالإيمان وهذا قارنت فيها بين مسائل أهل بين طريقة أهل السنة في الباب وطريقة المخالفين لهم من الشيعة والمصروفية والأشاعر وغيرهم وحتى إلى المعاصرين ورؤيتهم إلى مسألة الإيمان عند المرأة الكتاب عبارة عن بحث ورسالة علمية لأختنا الفاضلة الأستاذة خلود بنت فراج بن إبراهيم الزعبي وفقها الله وهو مطبوع في مجلد ضريف من إصدارات باحث مركز باحثات لدراسات المرأة وهم قد عرفوا وفقهم الله يعني جات فترة سارت عندهم نقلة في حسن الإخراج وإبداعه وترتيبه والكتاب فيه جمع حسن جدا للقضايا المتعلقة من كل كلامة الخطاب لمرأة وما يتعلق من مسائل وفقها الله ترجمة نانسي قنقر